بسم الله الرحمن الرحيم أعزائي طلبة الشهادة الثانوية أهلا بكم في درس جديد لمادة الأحياء التأسيسي درسنا اليوم بعنوان أدلة التطور ويمكنك الاستعانة بالكتاب صفحة 62 نبدأ بأهداف الدرس في نهاية الدرس ينبقى على الطالب أن يتعرف على الأدلة المؤيدة لنظرية داروين في التطور سنتناول في هذا الدرس الأدلة التي تؤيد نظرية التطور التي وضعها العالم داروين وهي الأحافير، علم التشريح المكهر، علم الأجنة، علم الأحياء الجزائي، التوزيع الجورافي للكائنات الحية وعلم التصنيف عزيزي الطالب، كل الأدلة التي سنتناولها خلال الدرس تؤيد أن بعض الكائنات الحية قد نشأت من أصل مشترك نبدأ بالدليل الأول وهو الأحافير ما هي الأحافير؟ هي بقايا أو آثار كائنات حي عاشت في الأزمنة القديمة ثم دفنت في مكونات الصخورة الرسوبية انظر إلى بعض أشكال الأحافير التالية بالنظر إلى السجل الأحفوري للحصان الموجود أمامك بالرسم، تلاحظ أن في الطبقات الجيولوجية، أي الطبقات الأرضية الحديثة أن الأحافير معقدة وتشبه سائد حاليا، أما في الطبقات القديمة تكون بسيطة التركيب ثانيا، تشير الأحافير إلى وجود تشابه بين الأنواع المختلفة من الكائنات الحية وهذا يدل أن بعض الكائنات قد نشأت من أصل مشترك سؤال للتقويم فسر العبارة التالية تعتبر الأحافير دليل مؤيد لنظرية التطور الإجابة 1. الأحافير في الطبقات الجيولوجية الحديثة معقدة وتشبه السائد حاليا، أما في الطبقات القديمة تكون بسيطة التركيب 2. تشير السجلات الأحفورية لبعض الكائنات الحية إلى وجود تشابه بين الأنواع المختلفة للكائنات الدليل الثاني وهو علم التشريح المقارن بالنظر للأطراف الأمامية للثديات الموضحة أمامك، تلاحظ أوجه تشابه بينها وأن تركيبها خماس السلاميات، ولكنها تحورت لأداء وظائف مختلفة من كائن لأخر فمثلا في الخفاش تحورت أطرافه الأمامية إلى أجنحة للطيران، بينما في القطط تحورت إلى أرجل للمشي والإمساك بالفرائس أما في الحيتان فتحورت إلى زعانف للسباحة، وفي الإنسان إلى حمل الأشياء والإمساك بها ومن هنا نصل إلى تعريف التركيب المتجنسة وهي مصطلح يطلق على التركيب المتشابهة الناتجة من أسلاف مشتركة سؤال للتقويم ادرس الشكل المقابل ثم أجب عن الأسئلة التالية أولا، ماذا يطلق على الأطراف الأمامية المتشابهة للكائنات الموضحة أمامك؟ الإجابة يطلق عليها التركيب المتجانسة ثانيا، علل تعتبر الأطراف الأمامية للثديات دليل مؤيد لنظرية التطور الإجابة لأن التشابه فيما بينها يؤيد أنها نشأت من أسلاف مشتركة ننتقل إلى الدليل الثالث وهو علم الأجنة إذا نظرت للمراحل الجنينية التي توجد أمامك بالرسم تلاحظ وجود تشابه كبير فيما بينها خاصة في المراحل الأولى على الرغم من اختلاف الكائنات وذلك يؤيد أنها من أصل مشترك وتمتلك جميع الفقريات حبل ظهري وذلك يؤيد أيضا أنها نشأت من أصل مشترك وللإضافة الحبل الظهري يشكل دعامة للجسم وقد يختفي ويحل محله عمود فقاري سؤال للتقويم ادرس الشكل المقابل ثم أجب عن الأسئلة أولا ما الدليل على التطور الذي يشير إليه الشكل المقابل الإجابة هي علم الأجنة ثانيا فسر لماذا تعتبر هذا الدليل مؤيدا لنظرية التطور الإجابة أولا تشابه أجنة الكائنات الحية خاصة في المراحل الأولى يؤيد أنها نشأت من أصل مشترك ثانيا جميع الفقريات لها حبل ظهري الدليل الرابع على التطور هو علم الأحياء الجزائي وهو العلم الذي يهتم بدراسة الخلية ومكوناتها ووظيفة الجزائيات الحيوية كالأحماض النووية والبروتينات سؤال ما الأدلة التي أثبت بها علم الأحياء الجزائي أن بعض الكائنات لها أصول مشتركة أولا أن الحمض النووي الـ DNA له نفس التركيب الأساسي في جميع الكائنات الحية ثانيا يزداد التشابه في تسلسل القواعد النيتروجينية في مركب الـ DNA في الأنواع المتقاربة من الكائنات الحية ثالثا يتشابه تسلسل الأحماض الأمينية في بعض البروتينات لدى بعض الكائنات فمثلا بروتين الهيمجلوبين في الإنسان يختلف عنه في الغوريلا في همض أميني واحد نأتي للدليل الخامس وهو التوزيع الجغرافي يتوقف انتشار وتوزيع الكائنات الحية على مدى قدرتها على مواجهة الظروف المناخية مثل الأمطار ودرجة الحرارة والرياح بالإضافة إلى الحواجز الجغرافية مثل البحار والوديان والجبال ويؤدي التباين في البيئة الطبيعية إلى الانتخاب الطبيعي بين الكائنات الحية عزيزي الطالب راجع ما درسته سابقا عن الثديات الكيسية والمشيمية في درس الإنعزال يؤدي إلى تكوين الأنواع فعلى الرغم من التباين بينهما إلا أنهما متشابهان بشكل كبير مما يؤيد أنهم من أصل مشترك الدليل السادس والأخير على التطور هو علم التصنيف ما هو علم التصنيف؟ هو العلم الذي يعتمد على تجميع الكائنات الحية ضمن مجموعات معينة بناء على التشابه صفاتها سؤال فسر سبب أن علم التصنيف يعتبر دليل على نظرية التطور أولاً تشير العلاقات التصنيفية إلى وجود سلة قرابة بين المجموعات المختلفة مما يؤيد أنهم من أصل المشترك ثانياً وضع حيوانين أو أكثر في مجموعة واحدة يدل على انتسابهم لأصول مشتركة سؤال آخر ما الأدلة التي قدمها العالم كارل لينيوس تؤيد نظرية التطور؟ قام بتصنيف الكائنات الحية على أساس التدرج من البسيط إلى المعقد وقد أدى ذلك إلى الترابط بين علم التصنيف ونظرية التطور سؤال للتقويم اختر الإجابة الصحيحة أولاً أي أدلة التطور التالية يفسر أن الانتخاب الطبيعي بين الأفراد يؤدي لتطور أنماط تكيفية مختلفة ألف علم الأجنة باء علم التصنيف جيم الأحافير دال التوزيع الجغرافي الإجابة الصحيحة هي التوزيع الجغرافي ثانياً كيف صنف العالم كارل لينيوس الكائنات الحية بشكل يؤيد أنها من أصل المشترك؟ ألف صنف الحيوانات من البسيط إلى المعقد باء صنف النباتات من المعقد إلى البسيط وضع كائنات مختلفة في مجموعة تصنيفية واحدة دال وضع النباتات والحيوانات في نفس المجموعة التصنيفية الإجابة الصحيحة هي أنه صنف الحيوانات من البسيط إلى المعقد الواجب الإلكتروني عزيزي الطالب بعد الانتهاء من مشاهدة الفيديو يرجى الانتقال إلى تطبيق Microsoft Teams ومن ثم الدخول إلى الواجبات أو Assignments لحل الواجب الإلكتروني خلال 24 ساعة وإلى اللقاء في درس آخر بإذن الله مع تمنياتنا لكم بالتوفيق والنجاح اشتركوا في القناة